بعيد استلام مهامي رسميا والي ولاية ينادي شرق اللوات تومجر والسجية فقد عقد أولى لقاءاته التعارفية مع بعض من معاونه الإداريين حيث التقى بالمحافظين ورؤساء المراكز الإدارية وكذا قادت قوات الأمن والدفاع بالولاية في كلمة والي ولاية ينادي شرق اللوات تومجر والسجية رحب بكافة الحضور مبديا شكره وامتنانه لهم مؤكدا على أهمية الأمن الذي يسهم في الاستقرار والنهوض بالولاية داعيا من رجالات الأمن والدفاع بلعب دورهم المهم من أجل استدباب الأمن وحفظ المواطن وممتلكاته مسمنا على جهودهم الجبارة ذاكما حس الإداريين الاهتمام بقضايا الشعب والعمل على تزليل الصعاب لهم منوها على احترام السلم الإداري واحترام البعض وكذلك توفير الحماية وتقديم الدعم اللازم للاجئين بتوفير متطلبات وأساسية الحياة لهم للعيش بكرامة مضيفا في نفس الإطار بإعطاء الأهمية البالقة لتنفيذ إجراء عملية الاستفتاء الدستوري المرتقب مناشدا العمل بتكسيف الجهود الحثيثة والتضافر معا لإنجحه كما أوضح بأن هناك جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجههم يمكن تجاوزها بالصبر والعزيمة حاسا على تطبيق القانون واحترام القرارات والعمل معا والشعور بالمسؤولية من جهتي ممثل المحافظين ورؤساء المراكز الإدارية توم ديلو حجر تحدث عن بعض الصعوبات التي تواجههم في الإدارة تمثلوا في قلة وسائل النقل للإداريين وغيرها من الإشكالات الأخرى ليختتم الوالي توم جرو السوكية والي ولاية أندي شرق الملتقى بالالتقاء بقيادات الأمن والدفاع والذي حثهم بحماية الدولة والتكاتف والتعاون من أجل خدمة الولاية والعمل على حفظ المواطن وعدم المساس بقوانين الدولة وتأمن الحدود من الأخطار والجدية والمسؤولية وبسط هيبة الدولة من جانب مصول المنطقة رقم الثمانية لولاية أندي شرق اللواء كيسو بلا نوري أكد على جاهزيتهم لحماية الحدود وتوفير الأمن لسكان الولاية مناشدا بتوفير بعض المعينات اللاذمة لهم لإنجاز المهام اشتركوا في القناة